بعد جولات سابقة مجددا حطت رحال وفود حماس وفتح في القاهرة في الشكل تبدو زيارة الوفدين روتينية لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية أو هذا على الأقال ما جاء على لسان مسؤولي الطرفين أما في المضمون فالزيارة تأتي بعد أن تبادل الطرفان في الأيام الماضية الاتهامات بعدم الالتزام باتفاق المصالحة ما أتاح التخمين بأن زيارة القاهرة جاءت في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار السجال بين الحركتين بدأ قبل أيام بعد دعوة الحكومة الفلسطينية موظفيها المعينين قبل سيطرة حماس على القطاع في العام 2007 للعودة إلى أعمالهم ما تسبب في توتر بين الجانبين فحركة حماس تقول أن قرار الحكومة مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة والذي ينص على عودة الموظفين القدام للعمل بعد انتهاء لجنة قانونية إدارية تم التوافق عليها من دراسة ملفات المعينين بعد عام 2007 في حين تقول فتح إن القرار قانوني هذا إضافة إلى أن قضية استيعاب موظفي حماس وعددهم قرابة أربعين ألف مدني وعسكري تشكل وحدة القضايا الخلافية الكبرى بين الحركتين هذا وكان قد جرى الإعلان في بيان مشترك للفصائل الفلسطينية عن تأجيل تسلم الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة لمدة عشرة أيام فقد طلبت حركتها فتح وحماس من الإخوة المصريين أن يتم تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في القطاع حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة فهل ينجح لقاء القاهرة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اتفاق المصالحة؟ أم أن أزمة الثقة بين الطرفين وهاجس شطب الآخر سيظل يخيم على الأجواء التي غاب عنها التفاؤل الذي ساد خلال أسابيع خلت